موسيقى جد التحية فيكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل في إطار سعيها لترسيخ الهوية الوطنية والإسلامية لدى النشأ الجديد نظمة مدرسة علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية المستغلة حملة توعوية كانت لجميع الفئات السنية وهي كانت حملة عامة نعم كما تضمن الحفل الذي احتضرنا تحديقة دحل الحمام إطلاق أول فريق إنشادي مدرسي على مستوى المدارس عن هذه الحملة والفريق إنشادي معنا في الطالب غانم بن محمد المعاضيد يحدثنا أكثر عن هذه الفعالية في البداية غانم شرونك خير الله يسمى مكافك طيب الله يسمى حيك الله غانم الله يحليك نور الستيديو مرحبتين وجودكم الله يرحم ذلك بداية غانم شرون شفت التفاعل الجمهوري مع هذه الفعالية والله صراحة يعني الجمهور كله والمجتمع بشكل عام تفاعل معنا بشكل كبير خصوصا أننا في هذه الفعالية قاعدين نخدم المجتمع الكطري بشكل عام قاعدين نقدم معلومات عن الهوية القطرية الهوية الإسلامية والدينية وصلناها يعني من خصوصا أن الحملة يعني تتكلم عن أو أهدافها عن تتكلم عن رسالة قطر 2030 فإحنا وصلنا هذه الرسالة ووصلنا أيضا هويتنا الإسلامية والوطنية بشكل حلو بشكل يعني حق الأطفال بشكل ألعاب حق الأكتريين بالشكل اللي هم يحبونا بعد القسيد بالعرضة جميع الفئات أي أكيد جميع الفئات الأطفال النساء الرجال نعم طيب أبو محمد فقرة اللي هي المواهب الحرة مع الجمهور أنت تشوف أنها انجحت في اكتشاف المواهب أي أكيد انجحت صراحة من الفقرة يعني من الفقرات اللي فعلا كانت أنجح فقرة أنا شوفها في المهم وعليها قبال بعد عليها قبال لأنه يعني أنت الآن قاعد تقدم تنتظر المواهب قاعد على المسرح على المسرح تقول حق الأطفال والكبار يعني تعال أعرض مواهبتك تعال قدم لنا المواهبة اللي عندك فلما في البداية يعني واجهنا شوي صعوبة الكلم استحي شوي ربكة شوي أي مرتبك فقمت يعني أطلع بعض المواهب من المدرسة نفسها يعني تعال يا فلان فلان منشط تعال أنت فلان عند مواهبة تعد القصيد تعال عد لنا قصيدة ففي البداية شوي قمنا يعني واجهنا صعوبة لكن في النهاية حتى يعني ما شاء الله ناس كبار يدرسون في الجامعة رجال من أكثر من فرقة قاموا ينشدون أيضا من أولياء الأمور قام يتكلم عن عيال جاصم شيخ جاصم بن محمد قام يعرض قام يسأل يعني قام يقدم المعلومات اللي عندها يعني حتى في المضمون المواهبة نفسها مو بس الأطفال لا بالعكس حتى الكبار يعني تكلمت بشكل عام جميل غانم مثل هذه الحملة وهذه التجربة شو اللي أضافتها لك صراحة أضافت لي الكثير كونها بس تخدم المجتمع الكطري تخدم قطر يعني أنت بس تشوف شيء اسمها قطر تحصر الكل يلبي نداء الوطني يقول لا هذا وطني هذا قطر لاحنا لازم نقدم كل إمكانياتنا يعني لا يخفى عليكم يعني أن الحفلة كلها اللي يشرف عليها يعني الطلاب الأمن طلاب الكشافة كانوا موجودين العرضة طلاب العرضة يعني في كل شيء كان الطلاب لأنه بس أنت تقول هذا الوطن هذا قطر تحصل الكل يعني بدون أي كلمة الكل يكون إيجابي الكل يقدم عشان يعني الكل يقدم حق هذه الفعالية عشان فعلا يرفع قطر ويساهم في رفعة البلد جميل جدا جميل 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 أن تكون جميع المشرفين أنهم يكونون منكم أنتم مثلا طلاب حتى الأمن كانوا من طلاب الكشافة طلاب جدا جميلة منكم نعم غانم شون تشوفني مثل هالمهرجانات تترسخ اللي هو المعايير الإسلامية أو القيم الإسلامية في دهن الجيل النش شوف بالنسبة للجيل احنا نقدم هذه الرسالة بشكل لطيف بشكل لعب يعني أنت مثلا عندك أطفال فتقدمها لهم بشكل لطيف بشكل ألعاب عشان ما ينسى خلاص يذكر عشان ما ينسى مثل يعني كان عندنا معرض رسم يعني الرسم عن الهوية الإسلامية فلما أنت تتيب أبرقة وقلم حق الطفل ارسم عن الهوية الإسلامية ارسم اللي أنت تعرف عن الهوية الإسلامية تحصل يكون عنده دافع دافع معنوي أنه هو يعرف شنو الهوية الإسلامية أنا قاعد أرسم أنا راح أعرض للناس رسمتي أنا رسمت شنو أنا قاعد أرسم عن شنو ويتذكر حتى الشيء الإسلامي أو شيء الموقف نفسه ما راح ينسى بالضبط ما راح ينسى يعني كون أن يعني وقف وقف قدام الجمهور وعرض رسمتها وقال والله هذه الرسمة مثلا تتكلم عن شخصية كطرية تتكلم عن الشيخ عبدالله الأنصاري أحد الرموز الدينية في كتر معروف نعم شهد في هذا المهرجان إطلاق أول فريق إنشادي مدرسي كلمنا عن هذه الخطوة صراحة هي خطوة جريئة من إدارة المدرسة كونها قاعدة تخدم الطلاب يعني إحنا عندنا أكثر من طالب ما عنده يعني ينتظر حد يدعمه ينتظر الدعم فأن كون المدرسة طبعا نظمت فعالية قبلها عشان اسمها مزامير داود على أساس أنها فعلا أن الطلاب اللي مشاركين فيها فعلا يكونوا طلاب متمكنين من ناحية الإنشاد وفعلا يعني إنجحت المدرسة وحصلت طلاب متميزين يعني طلاب أصواتهم فعلا يعني منشدين متميزين فقدمت لهم هذه الخدمة قدمت لهم الدعم كونها تطلعهم يعني إلى عالم النجومية على مستوى دولة قطر ما شاء الله الله يوفقكم إن شاء الله يا غانم طيب شارك في المهرجان الطلاب مع أولي أمورهم ما يعني لكم هالشيء لما يكون الولي الأمر ومشارك مع والده صراحة يعني لنا فعلا هذا الشيء مهم فعلا نحن يعني تشوف أن ولي الأمر قاعد يشارك مع ولده خصوصا في العرضة فلما تشوف العرضة وعد القصيد يعني هاي الشيء متمكن فيه كلك طريق كل مواطن فتحصل ولي الأمر والطالب في نفس الوقت قاعد يشارك في العرضة فتحس أنه فعلا ما في بيني وبين ولي أمري حواجز ما في بيني لا احنا كلنا متواصلين أي كلنا في بيننا تواصل أيضا يعني حتى تحصل إدارة المدرسة نفسها قاعدة أيضا في العرضة فتحس أنه فعلا نحن كلنا في مستوى واحد يعني مثل ما نقول أنها فعلا خلت الطبقة كلها متوازنة نعم ما شاء الله نحن والله كنا نتمنى أن نحن نسمع بعض الأصوات الجميلة هذه اللي طبعا طلقت من الفريق إنشاد المدرسي غانم كلمني عن دور المدرسة التثقيفي والتوعوي أنت ذكرت لي أن المدرسة ساهمة تنهاء نزالوا معاكم الداريين غير الخطوات الكبيرة اللي صارت مثل أولياء الأمور ونشدة هذه لكننا بنعرف دور المدرسة نفسها في التثقيف والتوعي صراحة المدرسة لعبة الدور هام قبل ما نطلع على المهرجان زراعت فينا أن نحن فعلا طلاب زراعت فينا دافع معنوي أن نحن قادرين أن نقدم قادرين أن ندير فعالية على مستوى دولة قطر كون أن أنت تقول حق الطالب أنت اللي رح تشرف على هذه الفعالية هاي صراحة يعني شيء يعني مثل ما نقول أنه شيء فعلا نحن ننتظر هذا الدعم ننتظر هذا الدافع أن نكون إدارة المدرسة تقدم لنا هذا الدعم تقدم لنا هذا الدافع تعطينا شعور أن نحن قادرين على إنجاز المزيد قادرين على أن نحن نقدم أكثر وأكثر حق دولتنا الحبيبة جميل أنا عندي سؤال يراودني لو يحضرك بس كم كان عدد المشاركين في الفريق اللي طلقته من درساتكم عن الإنشاد المدرسي في الإنشاد؟ في الإنشاد كم كان؟ أظن يعني عددهم قليل يعني يمكن ثلاثة أربع لكن حاليا يعني قاعدين نزيد يزيدون يزيدون أكيد يزيدون فقاعدين فعلا نوظف الإمكانية نفسها قبل ما قبل ما المدرسة تحطها في فريق الإنشاد لازم يكون مؤهل جميل أرد الله بجيكم والله مبادرة جدا جميلة أيضا بدوا يهتمون في الإنشاد حتى نادر ريان أيضا عمل نفس هذه الفعالية والآن مدرساتكم عملت نفس الفعالية نتمنى من الجميع أن يشتهد في هذا الشيء وخاصة أن هذا شيء جميل وقريب من القلب أنا شيء الدينية وأشياء جميلة نتمنى أنها تزيد صراحة كل شيء إن شاء الله جهد مدرسة علي بن جاسم بن محمد الثاني الثانوية المستقلة يعني جهد جبار والدليل على هذا وجود غانم بن محمد مانا يعني ما شاء الله عليه أنا جدا يعني عجبت في أول مرة ألتقي بغانم وجدا يعني عجبت فيه يعني في كلامه في ما شاء الله عليه يعني ترابط الأفكار عنده يعني أنا أقول بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى راح يكون أحد النجوم إن شاء الله إن شاء الله قناة في الريان إن شاء الله غانم وين تشتغلت ولا تدرس لا أنا طالب أي صف ما اشتغلت أن تمكار لا لحظة هل تشتغل عندنا في دعوة في الريان هيا إن شاء الله نحن نقدم لك دعوة في قناة الريان من خلال هالبرنامج نقدم لك دعوة نكتقدم عندنا يعني برامج في المستقل إن شاء الله عليك من الشاب اللي يعني واضح من يعني من كلامك من ترابطك في الحوار ردك علينا الحمد لله هل أنت براه بالستوديو وإلا أنت براه بالسطاف اللي موجود هذا شيء يدفعنا نحن نقدم لك دعوة أنك تجي قناة الريان تقدمنا أفكارك حتى تصبح مقدم عندنا أبرك الساعات وقناة الريان أكيد دائما يخفى طبعا قناة الريان دائما أول شيء تخلص الدراسة دراسة نعم نحن أول شيء دراسة دراسة درسة تكون متعاوم معنا وتقدم وين ما هوبتك تطلعها عندنا في القناة في اليوم الوطني وليش ما تشتغلنا حق اليوم الوطني اللي جاي إن شاء الله والله حاضرين شوف أنا مثل ما قلت مساء عايشة في قطر تحصل الكل يحط يده ويحط ريول يحط نفسها كلها يعني في خدمة الوطني حاضرين شيء حق اليوم الوطني والله إن شاء الله إن شاء الله عد القصيد على العرضة أكيد أنهم مية في المية تلاقيهم شوف إيدا مهم حاضرين في درب الساعي من المستهلاديات هم يستخنون قبل درب الساعي أكيد تلاقيهم حاضرين كمتفرجين إن شاء الله إن شاء الله نعم الطالب غانم بن محمد المعاضيد شكرا على هذا اللقاء وشكرا على هذا الحوار والله يوفقك إن شاء الله وسلمنا على الوالد والوالده وعلى الربع كلهم وقلهم الله يحفظكم إن شاء الله مني لهم إن شاء الله لا تنسى الجينة في قومة فضيان وتقدم عندنا إن شاء الله طيب الله يحفظك إن شاء الله مشاهدين أطلق مركز شباب برزان خلال احتفاليته بفندق الشرطن الهوية الجديدة للمركز وشعاره بالإضافة إلى الإعلان عن شراكة جديدة سيقعها المركز بإذن الله تعالى مع مؤسسة قطر الخيرية نتابعوا إياكم مرة أخرى جانب من هذا الحفل في هذا التغيير موسيقى 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 نحن بدأنا العمل في تجديد هوية مركز شعوب برزان من عشر شهور وكاننا عملنا على محاور مختلفة منها إعداد الخطة الاستراتيجية وتجديدها أصلا عندنا خطة استراتيجية من ثلاثة سنوات لكن عندنا تجديد الخطة الاستراتيجية بالإضافة نطرحنا مسافقة كبيرة لشعار مركز شعوب برزان ثم عملنا بعد ذلك بناء الهوية على مستوى المركز بمؤسسات كلها وعلى مستوى الألعاب ومدارس الألعاب المختلفة استكمال الخطة التي تم إبرامها مع إدارة المراكز الشبابية والتي تنص على تنفيذ البرامج والفعاليات والأنشطة مع جميع مراكز التي تتبع وزارة الثقافة نحن اليوم فعلا قاعدين على أرض الواقع نثبت هذا التوقيع بتوقيع آخر مع مركز شباب برزان في التعامل في أكثر من نشاط شبابي في الشباب في من هو يتعلق بالبنين والبنات وأيضا الأسر المنتجة نحن مع قطر الخيري شركاء أصلا من قبل في بعض المشاريع لكن حرصنا أن يكون العمل باتفاقية كبيرة بيننا وبينهم لمشاريع كبيرة داخل دولة قطر تختص مشاريع ثقافية وتراثية واجتماعية وكل هذه المشاريع داخل دولة قطر أيضا احتفل المجلس الأعلى للتعليم بتجشيم موقع المراكز التعليمية والتدريبية الإلكترونية والذي من شأنه تسهيل عمل هذه المراكز وتحسينه تفاصيل هذا الاحتفال الذي جرى في فندق الريدس كارتون الدوحة نتابعها في هذا التغريب المجلس على التعليم هو الجهة المسؤولة أو الهيئة تعليم العالم في المجلس على التعليم الجهة المسؤولة عن منح التراخيص لمزاورة الخدمات التعليمية ومنح التراخيص هذا يمر بعدد من الإجراءات والخطوات لذلك حبة الهيئة في المجلس تسهيل الأمر على المراجعين والمتعاملين بتحويل هذه الخدمة إلى خدمة إلكترونية وذلك لتقليل قدر الإمكان عدد زيارات صاحب الطلب لمبنى التعليم العالي بشكل شخصي الموقع إن شاء الله من خلال التجربة التي أخذناها أخذناها 10% من أصحاب المراكز التدريبية بالفعل قل الجهد بشكل كبير وسرع الإجراءات وخطط الضغط للطرفين من أصحاب المراكز التعليمية وهي التعليم العالم نحن اليوم نطلق الموقع والسبوع القادم ستكون هناك دورات تدريبية بعد الانتهاء من الدورات تدريبية لمدة أسبوع سيهتم بدل العمل بالموقع نبقي يكون الشخص المتعامل مع الموقع على دغاية بالتعامل فيه قبل أن يتمكن من الدخول فعلياً لاستخدام الموقع محمد شون كان الجو معك الفترة اللي طابت والله البرحة كشته وأولت البرحة كشته أشوفه في أستقرام محمد من فطيس لا محمد في صورتها قديمة الصورة قديمة يعني؟ لا البرحة كان كاشتين أو شي في النقان عقوب رحنا الحمارير الله حالسة جولكم صراحة العلالي أي نعم نعم مشاهدين الكرام مرت علينا أجواء جداً جميلة في الدوحة مطر وبرودة والحمد لله خلونا نستطيع أحوال الطغس والأيام القادمة مع الزميل راشد دوسري حياك الله يا راشد وعطنا علومك الأيام الجاية الله حياكم الأيام الجاية إن شاء الله كلها خير إن شاء الله مثل حات الجو اليوم في تحذير لين بكراً شيان إن شاء الله الهوى بشكل عام الشمالي غردي بالنسبة على الساحة المخفيفة لما اعتدل داخل البحر بيكون معتدل لنشط السرع الجو بشكل عام صحو مع بعض السحب العالية في الليل ارتفع الموجة على الساحة المقدمة لثلاثة داخل البحر من ثلاثة إلى خمسة بيوصل سبعة أقدام تغريبة وبيخل تدرجين إن شاء الله بكرا بكرا الجو صحو في البداية لكن في بعض السحب تغريباً بمتوسطة وعالية والهوى في شكل عام الشمالي غربي لكن بعض المناطق بيكون شمالي شرقي خفيفة لما اعتدل السرع ونشط تغريباً على بعض المناطق الموجة على الساحل تغريباً بيكون من قدم لقدمين وداخل البحر بيكون من ثلاثة إلى خمسة تغريباً والهوى بيكون تغريباً معتدل لنشط تغريباً وبيقل إن شاء الله شوي شوي بالنسبة للهوى واتجاهها إن شاء الله الأسبوع هذا بيكون أغلب شيء حلو الشب الهوى الشمالي غربي بشكل عام مع الجو البارد إن شاء الله تكون فيه نسبة برود إن شاء الله راشد أنا لحماس مع الطار المطر ما فيه فرصة شوي أنا لحنا إنتظر أنتظر مطر إن شاء الله يجيب الله الخير إن شاء الله يا رب يجيب الله مطرعي إن شاء الله يا راشد الليالي هذه خاص بدلبرد بس المربعانية تقريباً عقوب عشرة أيام أربعة أو أثنى عشرة تقريباً تقريباً في الأيام هذه إن شاء الله الله يتكرف علي يا راشد نعم راشد دوسري من أرصاد الجوية شكراً لك على هذه المعلومات ودائما الناس تباشر بصوتك خير إذا سمعوا صوتك يتحررون مثل ما أحمد يقول أنه فيه فرص للأمطار لكن يجب الله خير بإذن الله تعالى مشاهديننا فقرات ترحيب الليلة انتهت وتشوفونا بإذن الله تعالى القابلة جولة على الدحول في قطر ودورها في سياحة وصلنا مشاهدي لنهاية هذه الحلقة من ترحيب ولكن برامج الريان مستمرة معكم وتشوفونا إن شاء الله الساعة ثمانة ونصف برنامج تواصف وساعة عشر برنامج الدوحل نعم لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل برنامج ترحيب يمكنكم متابعتنا ومشاركة عن طريق هاشتاغ برنامج ترحيب فيما الله مشاهديننا مع السلامة اشتركوا في القناة